لم يكن موقعها الأثري وأهميتها السياحية كفيلة بعضة ترميمها والاهتمام بها هكذا هو حال قلعة المفتول في الأنبار التي لا تزال صامدة منذ عقود التفاصيل مع عثمان الهيتي أكثر من مئة عام مرت على بناء قلعة المفتول التي تم تشيدها منذ عهد الإنجليز في ناحية الصقلاوية بمحافظة الأنبار هذه الأحجار ورغم غبار الزمن ومتغيراته ما زالت صامدة إلى يومنا هذا انشأ هذا المعلم الآثاري والتاريخي عام 1920 عندما بدأت عمليات حفر جدول الصقلاوية الذي يأخذ من أيسر نهر الفرات في منطقة الصقلاوية الواقع الشمال الغرب الفلوجة هذا البرج أنشأته شركة فلد مارشال عندما بدأت بتأسيس نظم صدر الصقلاوية ورغم تنوع الأماكن الأثرية في المنطقة وتعددها لكنها تفتقر للمرافق السياحية مما يدعو الجهات المختصة إلى الاهتمام بتلك الآثار وإعادة ترميمها إسوة ببقية المناطق لكونها تشكل اهتماما بالغا لدى أبناء الناحية نحن نطالب الحكومات المحلية ومفتشية الآثار للاهتمام بأحد أهم الشواخص التاريخية لمدينة الصقلاوية وهو قلعة المفتول يعني أدت عاني من إهمال شديد يعني قبل سنتين فرحنا أنه تمت أضافة اللواء التراث العراقي لكن بقت على نفس الإهمال والإهمال يزيد يوم عن يوم ممكن إذا بقت مهمة لفت سنة أو سنتين النوب أخرى ممكن تندثر هذا المعلم المهم لصقلاوية نحن نفتقر لهكذا أماكن سياحية بالرغم من وجود المعالم الحضارية داخل المدينة فنطالبهم نحن كأبناء مدينة الصقلاوية بالاهتمام بهكذا أماكن وجعلها يعني مهيئة وجعلها يعني النظر والاهتمام إليها لجعلها مكانات سياحية يرتد إليها أبناء محافظة الأنبار بشكل عام جدران تحاكي حضارة عريقة في مدن الأنبار تعاقبت عليها حقب وتاريخ مرير أصبحت معلما وشاخصا حضاريا للأجيال لكنها تعاني الإهمال والنسيان الحكومي رغم إدراجها ضمن لوائح التراث العراقي من صقلاوية الأنبار عثمان الهيتي قناة الرابعة